بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله بركاته. بعمل فيديو ده مخصوص لكل احباتنا اللي بعتولي اسئلة واتصالات ارجوكي عايزين نعرف الطرحة بتاعي تلفيك دكتور انا سامين. اولا الطرحة عادية جدا خالص بس ادعوه صبحانه وتعالى في البداية كده تبقى نويانة ان الكل يلبس الحجاب الشرعي الجميل. ادعوه صبحانه وتعالى يا رب يعني يجملكم بجمال العفة والحياة. الطرح انا بلبس خمار ماليزي مية وخمسين في مية وخمسين مربع. والخمار بيبقى دوت يعني الطبقة الخارجية. دي بتبقى بندانة هاجب اوريها لكم دلوقتي. البندانة ديت بتبقى تقريبا نفس لون للخمار. طبعا عندي يعني قناعة كده هو من شحمتي الازن من الاسفل الزقن المنبط الرأسة يعني فانا عندي من المنطقة دية بتدارة وده الاولى. ولو في يعني ساتراكتور من كده مش هنقول لا. نظر الله سبحانه وتعالى الاول ما هو يمن علينا بنية الصالحة في الامر ده. اه بيبقى مية وخمسين زي ما قلتو لكم. بيبقى فيه مسلا اه البندانة بتبقى زي دي. فيه نوعين من البندانات. عند البندانة اللي البندانة السورية. اه بتتلبس برضو طبعا هلبس لكم بقى على الخمار وكده. فيه البندانة السورية بتتلبس كده. تمام? اه وبتبقى دي بعملها زي هي اللي بتبقى لايه? لحتة اللسان اللي طالعة ديت. وبيبقى عليها مسلا ايه? الخمار اه بتاعها بقى طبعا بيبقى بنفس اللون. مسلا الخمار بيبقى السمي. اه بيبقى السكر المهم يعني نفس اللون. وبيتلبس عليها بيبقى مسلا كده. طبعا مش ايه? مش كوي الخمار اللي عملتلكه كده في عجالة يعني. وبتبقى هي البندانة دي طالعة. او الناس بتعمل حاجة تانية. دي البندانة السوري. فيه البندانة المصري بتاعتنا. اللي احنا عارفانها العظيمة. البندانة التحفة اللي نعرف قيمة البندانات بتاعت نصر اسألوا المغتربين اللي زينا. اللي بيحصلوا عليها بالصعوبة. البندانة التانية ديت مسلا اللي هي بتبقى بالشكل ده. الناس بتبسها فوق بس انا بلبسها من تحت كده. اهو بلبس من تحت. بتبقى اللي سين برضو هو اللي ايه? هو اللي طالع والبس عليه الخمار. اه في ناس بقى تعمل حاجة تانية جدا تحفة جدا تقول لك مش لقى يا بندانة نفس لون الطرحة. فبيجيبوا اه زي مسلا اللي هو الحتة مسلا زيادة كده زي بتبقى بتاعت النفاق مسلا يعني او بتبقى قطعة زي دية وبنتنيها التانية الجميلة العظيمة اللي انا بورها لك وهي وبعدين بنبسها كده اهوت وبنحطها بدبابيس تمام? وبيبقى الدبوس فوق اهوت وبالبس عليها الخمار اللي هو بيبقى لونها اه نفس اللون. وانت كده بتبقي طبعا يعني ايه? شايفة ان تلابسها نفس اللون اهو. ودي بتبقى تحت نفس المضوع بس طبعا ايه? من جوة وبتبقى عليها نفس الخمار اهوت وبتزبطي حال. اللي هي دي الفكرة ببساطة يعني ايه دي بندانة تغديها مصري تغديها سوري تعمليها زي نفس قماشة الخمار وتلبسيها وتعمليها وبيبقى بالشكل العظيم الطح فالدعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا احنا واياكم من المسلمات العفيفات الحافزات الغيب المحافزة الله ويسترنا ربنا احنا عايزينا ده اللبس الستر الخارجي يسترنا الستر الداخلي والخارج ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته